الطويلة دي أنا هبدأ أتكلم بقى على الانيار بروغرامينج وبقية الكورس إن شاء الله هيبقى related بالانيار بروغرامينج فقط لغير بقية التكنيكس محتاجة كورسات تانية مختلفة زي ما قلنا نغطي جزء كبير منها إن شاء الله في بقية الماض أنا هنا هتكلم على الانيار بروغرامينج وهيبقى كل تركيزي في الشابتر ده على الانيار بروغرامينج ماضي فورميليشن اللي هي الماضي مرحلة الماضي الكونستركشن طرح ودي تالت خطوة الخطوة الأولى السيتيواشن وده هيجيلك جيفن والبرابلين سنتمت هتجيلك جيفن ثم الخطوة اللي بيليها بقى دوري أنا بقى كأوبرشانز ريسيرش آنيست إن أنا أفورميليت الماضي أو أكونستركت الموضل أو أديفالوب الموضل التلات المصطلحات دول بيستخدموا لنفس الشيء الموضل الموضل فرمليشن الموضل كونستركشن الموضل دفالوبين يعني معناها أن أنا بترجم الفيربل استيتمنت والسيتيواشن إلى موضل بالنسبة ليه الانيار بروغريمينج زي ما اتفقنا ده بدأ خلال فترة الحرب العالمية التانية واللي بنسميه الفاظر أوب لينيار بروغريمينج هو جورج دانزينج جورج دانزينج ده ده الفاظر أوب لينيار بروغريمينج كيف بقى فكرة اللينيار بروغريمينج ويقى الأبليكيشنز المختلفة اللي نقدر نستخدمها في اللينيار بروغريمينج احنا دايما معظم المانجيريال ديسيجن انظر ان انا بحاول اميك الموضل افكتف يوز اف زي ارغانيزيشن ريسورس احنا دايما عندنا ريسورس فانا عايز استخدم الريسورس دي بأفضل طريقة ممكنة عشان احاقق من قرها اكبر عائد ممكن او اوفر في التكاليف الريسورس دايما عبارة عن ايه الريسورس بتمثل الماشينز الليبر الماني التايم الويرهاوس سبيس الرو ماتيريال زي دي ريسورس باعت الشركة يعني اي شركة ايه ريسورس بتاعتها اللينية برغامينغ بيجي في الحتة دي بالزب يعني اللينية برغامينغ بيلاقي مجاله في حتة الريسورس اللوكيشن دي فانا الريسورس بستخدمها عادة to produce product أو أن أقدم service لأن Linear Programming لديها تطبيقات في المانيفاكشن ولديها تطبيقات في السيروس وهو ريلا بالكلام ده عندنا تطبيقات كتير فالresources تساعدا في تصنيع البرودكت ماشينز فرنيتشار فود شوز أي بودكت أو سيروس مثل الحاجات الخاصة بالترانسمورتيشن والشابينج والأبريكتايزن والبوليسيز والإنبسمنت كل دي حاجات service فأنا إن شاء الله في الابليكيشن أنا هدي لك إن شاء الله 13 أبليكيشن التلاتاشر أبليكيشن دول في جزء منهم خاص بالسيروس زي مثلا هدي لك البروتفولي هدي لك موضوع هدي لك اللي هي إزاي تختار وسائل إعلان اللي هتعلم فيها حاجات زي كده وهدي لك حاجات خاصة المانيفاكشن زي البرودكت ميكس زي البرودكت ميكس اللي بتنفع في السيروس وبتنفع في المانيفاكشن إزاي هندي أبليكيشن كتير في المجمد طيب إيه بقى لينير بروغرامنج يعني اللي سموها لينير بروغرامنج وإيه كلمة بروغرامنج دي هالبروغرامنج هنا بنعني كومبيوتر بروغرامنج يعني أطلوب مني أكتب كود وأتعلم لغة وكلام من ده طبعا لا بروغرامنج في لينير بروغرامنج بتاعني بتاعني إن أنا عايز أعمل بلانينج بكلمة بروغرامنج هي النظير بتاع كلمة بلانينج يعني ممكن تسميها لينير بلانينج تمشي مفيش مشكلة لكن دار العرف إن هم سموها لينير بروغرامنج فالبروغرامنج هنا لا تعني إن أنا هعمل كود ولا كومبيوتر ولا القصص دي كلها خالص مش هكتب كومبيوتر بروغرامنج نهائي لكن كلمة بروغرامنج هي نقصت بها بلانينج أو هو دي بقى حتة اللي الproblem solving techniques فسموها برغرامنج الوبرشنز ريسيرش بصفة عامة كلمة بروغرامنج بنسميها الmodeling and solving a problem mathematically فبدل ما يترجملك بقى modeling and solving a problem mathematically يسموها كلمة بروغرامنج إذن المعصد كلمة لينير بروغرامنج نون لينير بروغرامنج انتشر بروغرامنج فهنا البروغرامنج ليس لها علاقة بالكمبيوتر بروغرامنج ولكن البروغرامنج هنا بتعني كلمة مادلينج اللي هو تطبق البروغرامنج اللي احنا قلنا عليه بتاع ال-OR هو دي كلمة بروغرامنج بتعني كل الهيصان فالكمبيوتر بروغرامنج هنا ما لهاش دور في اللينيار بروغرامنج غير انها تحل لك المادل لكن انت مش هتكتب كود انت مش هتكتب كود فطبعا لان في الانتردكشن اللي كلمت عنها بصفة عامة التطور اللي حصل في الكمبيوتر ساعد جدا في تطور علم ال-Operation بكل فروعه بما فيهم اللينيار بروغرامنج بما فيهم كل الفروع فاللينيار بروغرامنج دايما بتلعب دور كبير في المشاكل او في ال-Situations اللي لايه علاقة بال-Planning وال-Decision Making وال-Resource Applications فهنا اللينيار بروغرامنج بيلعب دور مهمة اوي في الحتة دي هتلاقي معظم ال-Applications مرتبطة بال-Planning مرتبطة بال-Decision Making مرتبطة بال-Resource Allocation أنا هنا في اللينيار بروغرامنج طب كلمة لينيار احنا هنا خلاص كلمة بروغرامنج معناها المادلينج and the problem solving باستخدام الماثماتيكال مادلز طب لينيار ليس ماهي لينيار بروغرامنج لان كل ال-Relationships الموجودة في اللينيار بروغرامنج مادل is a linear relations linear relations قد تكون equality or inequality يعني ممكن اقولك مثلا ان X1 plus X2 بتسوي 5 دي اسمه equality او equation عممكن اقولك ان X1 plus X2 less than or equal 5 دي اسمه inequality فكل ال-Equality وال-Inequality الموجودة في اللينيار بروغرامنج مادل must be linear function linear function يعني ما فيهاش square ما فيهاش تكعيب ما فيهاش log ما فيهاش exponential ما فيهاش two variables مادرويين في بعض ما فيهاش غير plus or minus فقط لا غير يبقى كل ال-components بتاعت الموديل سواء كانت ال-objective function سواء كانت ال-con-strain كلها لازم تبقى linear relationships ال-linear relationships دي بتبقى function في decision variables زي ما هتكلم بعد شوي خلاص كده عادي ده بالنسبة ليه اللي يسموها linear programming يبقى كلمة programming نقص بيها الموديل and problem solving techniques باستخدام الماثماتيكا الموديل هذه كلمة programming وكلمة linear in ال-relationships الموجودة في الموديل سواء كانت equality أو inequality سواء كان ال-objective function أو constraints كلها لازم تبقى linear relationships وال-linear relationships دي بتبقى function لو انا بقول انا بقول مسلا ان 2x1 plus x2 equal 10 this is my equality this is my equation أو is my equality فيها يساوي خلاص يبقى كده لما اقول 2x1 2x1 plus x2 equal 10 يبادي ايه the equation أو equality لك لما اقول x1 plus 2 x2 less than or equal 10 دي اسمها inequality أو greater than or equal 10 دي اسمها inequality يبا دول اللي تاح دول اسمهم inequality inequality احي واللي فوق دي بنسميها equality أو equation بنسميها equality أو equation تمام يعني inequality دكتور حاجة بتساوي رقم بالظبط لكن inequality يا اكبر يا ال كده بالظبط ال inequality بتاقد علامة equal inequality بتاقد ايما greater than equal ايما greater than equal الماثماتيكا الماضل دايما في التلاتة دول equal less than equal معنى هناش حاجة ربعة يبقى ايما equality يبقى less than equal يبقى greater than equal دول التلاتة اشكال اللي انت هتشوفهم في الماضي ال equality يعني معناها ان 2x1 plus 2 لازم تساوي 10 less than or equal 10 يبقى اي رقم اقل من اوساوي 10 is ok greater than or equal 10 اي رقم اكبر اوساوي خط لكن less than بتاع area منطقة كل القيم اللي جواها هتنفع فعادي دي الفكرة بتاعة equality وال inequality فاحنا بالنسبة لل سواء كانت equality لازم تقول linear طب ليه دي بنسميها linear عشان ما فيهاش square خلاص ما فيهاش log خلاص ما فيهاش كابك ما فيهاش حصل ضرب بx1 في x2 ما فيهاش x1 ما فيهاش x2 اي حاجة من دي ما بتبقاش linear يعني non linear terms زي اي اها linear زي ما انت شايف plus or minus طب non linear terms دي شكل اي باد non linear terms لو المعادلات بتاعتك فيها x square دي باد اسمها non linear terms المس الحدود الغير خطري x square والx x 3 وهكسب مغادة x كل ده non linear طيب x1 مضروف x2 non linear x1 مقسومة على x2 non linear log تعي x lin تعي x all et x كل ده non linear كل ده non linear يبقى اي حاجة من دي تظهر في الموضل ما بقاش linear model اي حاجة من دي تظهر في الموضل الماثماتيكا الموضل ما تبقاش linear يبقى non linear عشان كده فيها حاجة اسمها non linear programming خلاص كده يبقى كل دي اسمها non linear terms وجودها في الموضل بيخلي non linear model بدل ما هو linear model يبقى التربيع والتقعيب واي power x1 مضر على x2 x1 مأسوم على x2 كل ده يليب لك الموضل من linear model الى non linear model فيمنا كده طيب linear programming الموضل ده في طرق كتير للحل اشهرهم عندنا ال graphical method interior point method interior point method ده ده اللي هي الطريقة بتاعة الرجل الهندي اللي اسمه carmar car اللي خاد عليها 80 مليون دولار من شركة التوراند الامريكية اللي هي intercontinental airline على المسجد إذن linear programming problems او model اللي هي algorithm اللي هي طرق في الحل الطرق دي كلها موجودة في الصوف ways linear programming ده من اشهر الموضل الموجودة في operation research وما بيش حد بيدرس operation research كورس مبدئي إلا ما لازم يدرس linear programming ليه لسببين السبب اللي هي بيكيش هز كثير جدا في الواقع العملي والسبب التاني انها اسهلهم انها ابسط الماثماتيكا طبعا ابسط من الاستوكا وابسط من الانتجر 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 ما فيش فرق بس الفرق ان الانتجر وانتجر وانتجر الحاجات التانية بقى الانتجر والانتجر الانتجر يعني الابليكيشن ساعة الانتجر بتوقف الانتجر اكتر اللينيار البرجامми لها استخدامات في ممكن تستخدم في المانيفاكشن في الفينانس في الانجنير الماركتين حاجات حاجات تتحل باللينيار البرجامми انا هدي لك مختلفة هدي حاجات في المانيفاكشن هدي حاجات في حاجات حاجات في السبلاي تشين حاجاتي البروداكشن. ابليكيشن المختلفة ليه اللينيير بروغراميكي. وانتي اشهر اللي ايه الابليكيشن ساعة اللينيير بروغراميكي عندنا البروداكشن بلانينج الترانس بورتيشن. يمكنون انت شاهدو فيه الابريشنز ماريجمنت الشابتر بتاع الاجريجيات بلانينج. فالاجريجيات بلانينج اتكلمنا في حتة كده حاجة اسمها والترانس بورتيشن موضل ده كان احد بتاعت اللينيير بروغراميك. فشفنا ازاي استدم الترانس بورتيشن موضل او اللينيير بروغراميكي تصالف البروداكشن بلانينج بروبلم بتاعت الاجريجيات بلان. وده شفناها. المشاكل الترانس بورتيشن. الشركة بقى عندها. الاجريجيات بلان ده سوري هو اللي هو تراين ايرور ميسود. والله هناك طريقتين في الأجريجيات بلانينج. الحتة بتاع تلينيار برغامج دي. اه احنا خدنا بس الترين ايرور بس. تمام. هو فيه طريقة تانية باستخدام اللينيار برغامج. طيب الطريقة اللي بعد كده او الابليكيشنز اللي بعد كده بتاع تلينيار برغامج الروسورس اللوكيشنز. اي حاجة بقى فيها الروسورس اللوكيشنز. عندك بقى لابر وماشيز ورو ماتيريالز وكلام من ده. وعايز تماكسمايز اليفيشنزي. عايز تماكسمايز الروفيت. بحيث ان ان انا اللوكيشنز اللي اتحقق لي بطريقة اتحقق لي افضل اه انتاج ممكن. اه افضل انتاج باقل تكلفة. افضل انتاج باعلى ربح. انسى. الفاينينشال بلانينك. برضو اللينيار برغامج بتستطيع اشتحدد البورتفوليو. اه يعني مسلا واحد مع مبلغ وعايز استثمر او فيه سندوق وفيه مبلغ عايز استثمر فيه مشروعات مختلفة. فازاي احدد في كل مشروع بحيث ان انا اماكسمايز الريتيرن او اي اقلل الريسك. خلاص? او اعمل الاتنين. اماكسمايز البرافيت واقلل الريسك. بدي ودي مش علينا. احنا نتكلم على بس. اللينيار برغامج برضو ممكن استخدامه في الماركتينج. عشان احدد الاطمال برايسينج. عشان احدد افضل ادفرتيزنج استراتيجيز. ان اردر تو ماكسمايز البرافيت. اماكسمايز الماركت شير. او ماكسمايز النمبر ف اوديينس. اللي هشوفوا الاعلانات. فاتيضة تطبيقات. اللينيار برغامي في الماركين. وهنشوف الكلام ده. ان شاء الله معبد. الورك فورس سكادولينج. وهنا هنتكلم بالتفصيل. يعني هناخد اجزامبل كامل على الورك فورس سكادولينج. حتى الابليكيشن اللي هتدولك هنا. هتكلم على شركة مايكروسوفت. عامل عاملة مسلا هوتلاين للاجابة على اسئلة الناس على نيو برودكت. فازاي هنعمل سكادولينج ليه الموظفين خلال ساعات العمل على مدار اليوم. ان انا اماكسمايز القابلتي بتاعة الناس انها تجاوب على اكبر قدر ممكن من الاسئلة. وفي نفس الوقت ههلل الويجيس اللي انا هديها للناس. فانا بحدد عدد اللي هشتغل في بداية كل بحيث ان انا حقق تمام? وفي نفس الوقت امنيمايز الايه الكوست. فازاي اسمها هتكلم فيها بالتفصيل. كل حاجة من دي هشترح ابقى بالتفصيل باكزامبل عملي. برضو هنشوف ازاي استخدم عشان اعمل في المالتي آآ بريود يعني اكتر من فترة. فهنا هيبقى فيها ليه? حتة الانفنتوري. هتكلم عنها مخزون اول المدة واخر المدة والقصص كلها. برضو بتستخدم في بتستخدم في آآ بتستخدم في آآ يعني كتيرة في الواقع العملي موجودة ليه? الانرجي بلانيج يعني لها تطبيقات كمان في الاجر كالشور في المزارع. يعني انا قبلت قبل كده ماضل لمزرعة كان من حد عرفه يعني الماضل ده كان الهدفه انه عايز يعمل التركيبة بتاعة العلف. بحيث ان التركيبة دي يبقى فيها كل المكونات الغذائية اللي بيحددها الدكتور بقى اقل تكلفة ممكنة. يعني نحط دي دورة على دي شعير على دي تمام. بحيث انه حقق المكونات الغذائية المطلوبة. الاكل بتاع الحيوان. وفي نفس الوقت التركيبة دي يبقى بقى اقل تكلفة ممكنة. فليها في في المزارة. ازاي تحديد عندك حتة معاناة من الارض. اه مثلا عشرين فدان هتزرع الفدان ده ايه ده ايه ده ايه ده الحيث ان انا اماكسمايز البروفيت امينيمايز الكوست and so on. فدي ابليكيشنز اه كتير اه موجودة في اه الواقع لللينيار بروبياميك. اه ريكي طبعا اجزامبلز مختلفة من الكلام ده ازاي? ان كل حاجة من دي الموضل بيبقى له طبيعة مختلفة. وبالتالي لما تتضرب على اكتر من طبيعة للموضلز بعد كده لما اجيلك situation غريبة عنده الخالص تقدر تترجمه في ايه? بشكل موضل. ان الامور بتتقرر كتير. الماثماتيكال بروبياميك موضل ومنها طبعا اللينيار بروبياميك موضل ان الماثماتيكال بروبياميك موضل دي الفاميلي اف موضلز اللي هي الماثماتيكال موضل اللينيار بروبياميك موضل الانتشار بروبياميك موضل الانتشار بروبياميك موضل كل ده بيتحط مع بعضه اسمه ماثماتيكال بروبياميك اه فاميلي. اعرفش كده? طيب. معظم الديترميناس كو ار موضلز كان بي فورموليتد از ماثماتيكال بروبيامز. فالموضل او بروبيامز اللي تنقص بها حاجة واحدة. اذا مقول لك ماثماتيكال بروبيام او آآ ماثماتيكال موضل اللي اتنين نفس الشي. عشان كلمة program in the context has to be has to do with a plan not a computer program. فكلما قلنا linear programming اسمه linear planning. يبا هنا كلمة program تعني plan ولكن لا تعني computer programming يعني. الجنرال فوم بتاع اللينيار programming model. ان انا دايما عايزي. عايزي maximize او minimize function. كلمة maximize or minimize بتاعني optimize. يبا كلمة optimization في اختفكها بكلمته. maximization وminimization. يبا الاتنين دولة على بعض اسمهم ايه? optimization. فانا دايما في linear programming model انا عندي objective عايز احققه. فالobjective ده بنترجمه في شكل function بنسميها دايما objective function. ودي دايما انا ارموز لها زد. وغالبية القطب بتسمي الobjective function زد. والزد دي لازم توقع function في ايه? في decision variables تعتك. decision variables كلمة decision variables هي ال variables اللي انا عايز اخد قرار بصدادها. يعني ايه اللي انت عايز تحسيبه ان الموضل ده ايه الاوضوط اللي انت عايز الموضل يطلعه? اسمها دايما decision values. احنا في الكورس بتاعنا هسميها دايما x1, x2, x3 لغاية xn. اي عدد بالن دي اي رقم اكبر من او ساوي واحد. فلازم objective function تبقى function في decision variables. يعني بعبر عنها بدلالة decision variables. وهنشوف الكلام ده بيتعامل لسه. طب objective function دي عشان احققه في عندي مجموعة من ال constraints. فانا عندي بقول ايه? ان الكلام ده مجموعة من ال constraints. ال constraints هي برضو عبارة عن functions في decision variables. وال constraints بتاخد احد ثلاث اشكال. يما equality. او greater than or equal او less than or equal. يعه? يبقى ال j of x1, x2 لغاية اي function. زي ما انا كنت كاتب من شوية 2x1 plus x2 less than or equal 10. greater than or equal 10 equal 10. ده اسمه constraint. ال bi هو 10. يعني ال bi ده يعني لازم انا عندي function في decision variables. ياما بتساوي. يا less than or equal. ياما greater than or equal قيمة معينة. القيمة معينة دي بنسميها دايما generally ال bi. المثال اللي كنتكاتبه. ده ده داكنسترين. لما قولك ان two x1 plus x2 equal 10 داكنسترين. لما قولك اكس one plus x2 greater than or equal 10 داكنسترين. او less than or equal 10 داكنسترين. ازا ال constraints بتاخد احد اشكال ثلاث. مافيش رابط. يا equal. يا greater than or equal. اما less than or equal. قيمة معينة. القيمة معينة دي اي رقم من رمضه بصفة عامة. بي اي. وهنا الاي بتساوي من واحد لاما. إذا أنا عندي كم كونسترين M عندي كم فاريبل N يبقى دايما نخلي بالك الـ X X1, 2, 3, 4 لغاية N دي اسمه decision variables يبقى كم فاريبل عندي N variables طب كم كونسترينز M طبعا مش لازم الـ N تساوي M ده عدد وده اي حاجة مش لازم الـ N يساوي الـ M خلاص كده إذا هنا عندي كم كونسترين عشان كده أنا كاتب G I والـ I بتساوي 1, 2, 3, 4 لغاية M يبقى عندي M كونسترينز بقى شكال مختلف هنشوف طبعا ده الجنرال فوم كده لكن المواضي هنشوفه بالتفصيل بعد شوية الحاجة اللي بعد كده إن الـ XG دي اللي هي الـ variables اللي عندي لازم تبقى جريتا روزانور equal to zero والـ J بتساوي من 1 لـ N الـ كونسترينز الأخير ده منسميه non-negativity كونسترينز لأن دايما الليني يبقى بنعمل الجماعة بتمثل physical problem وعادة الفيزيكال problem الـ variables فيها بتبقى non-negative بطبيعتها لا تساوي صفر لا تساوي negative يعني إذا تبقى رقم على الأقل صفر يا صفر يا أكتر لأن مثلا إيه لو أنا بتكلم على الـ product max problem أنا عايز أحدد الـ quantity اللي هنتجها من كل product in order to maximize profit إفرد أنا بنتي خمس منتجات والموضل بتاعي إن أنا عايز أحسب الكمية اللي هنتجها من كل منتج بحيث الـ profit يبقى أكبر خادر منك هل ينفع أقول لك الحل إن الكمية اللي هتنتجها minus 5 ملاحش معنا وهي هتنتج إيبقى رقم موجة مش هتنتج إيبقى صفر لكن ما ينفعش حجم الانتاج يسوي negative 5 أو negative عشان كده دايماً عندي physical constraint كده هو إن XJ أو XI greater than or equal to zero ده اسمه non-negativity constraints يعني الـ variables ما تنفعش تقول قيمة negative يا بصف يا صفر طب إفرد أنا عندي مشكلة طبيعي طيب ينفع الـ variables وينفع درجات الحرارة تنفع تبقى بصف وتنفع هل معنى كده اللينية بوغرامج ما تنفعش لا تنفع بس في هذه الحالة فيه معالجة كده هتكلم عنها طبعاً بعدين بعمل معالجة رياضية حول الـ variable ده اللي هو بنسميه unrestricted insight اللي هو ينفع يبقى نجي تف بحوله بطريقة رياضية كده إنه يبقى فرق ما بين two variables الـ 2 بصف الكلام ده هنتكلم عنه حاجة حاجة زي root minus square كده زي root minus square يعني أي variable بطبيعته بطبيعته ينفع ياخد negative ينفع يتعامل linear programming model لكن ما ينفعش يتحل قبل ما أحول هنا الموضوع الـ square root الـ square root بالنسبة للقيم negative is undefined يعني ما ينفعش أجيب الـ square root بتاع minus five ما ينفعش لكن ينفع أجيب الـ square root بتاع الفايف هنا نفس القصة and the values must be non-negative ما ينفعش تاخد قيمة negative نهائي لكن لو فيه variables طبيعتها تنفع طبيعتها لها معالدة خاصة هتكلم معنا بعدين إن شاء الله يبدأ general form بتاع الماثماتيكا الموضل تعالى نبص مع بعض على الموضل ده الموضل ده في أربع حاجات الموضل ده في أربع حاجات أول حاجة decision variables يعني أول حاجة في programming هي decision variables ودي أول حاجة لدي حدد يعني لما أجي أعمل formulation للموضل أو construction model أول حاجة لازم أتقرر إيه decision variables decision variables زي ما انتفعل هنسميها x1 و2 و3 و4 لغاية n إيه decision variables دي سموها decision variables decision variables لما هتترجمها معناها متغارات القرار يعني دي المتغارات اللي انت عايز تغطي قرار بصددها أنا عايز أغطي قرار بإيه هو ده decision variables بتاعتي يبقى ده أول component أول حاجة في الموضل ده decision variables تاني حاجة ايه في الموضل ده الobjective function لازم يكون عندي objective عايز أحاقه الobjective ده حاجة من اتنين ياما حاجة to be maximized ياما حاجة to be minimized الحاجات اللي أنا بعمل لها maximization زي يا جماعة زي profit عايزت أmaximize الprofit عايزت أmaximize ال revenue عايزت أmaximize sales عايزت أmaximize productivity efficiency and so on دي حاجات بنعمل لها maximization عايز أmaximize price earning ratio and so on طيب المنميزات زي عايزت أmaximize the cost عايزت أmaximize the losses عايزت أmaximize the time عايزة نكفز الحاجة في وقت أقل يبقى عايزة أعمل minimization للطيب إذن الobjective function هي دايما the function to be maximized or maximized by الكمبي هاي دي الحاجة اللي أنا عايزة أعمل لها maximization أو minimization باستخدام الشرك هادفي فده بنسميه دايما objective function وده component رقم اثنين يعني إنت لما تيجي تعمل construction model أول خطوة صياغة decision variables تحدد decision variables ساعد داي أول خطوة الخطوة رقم اثنين في الموضل formula اللي هي objective function اللي هي maximize أو minimize زد بتساوي كذا الخطوة الثالثة constraints يعرفتوا formula constraints التعب الconstrains دي بنسميها functional constraints بنسميها structural constraints بنسميها يعني بعض بيسميها كده البعض بيسميها كده أي مسميات دي شغل يبقى constraints ماشي functional constraints ماشي structure constraints ماشي كل ده شغل دي constraints و constraints دايما حاجة من ثلاثة ya greater than equal رقم constant اللي هو البي اي ده يبقى ده رقم كم كده ثلاثة يبقى decision variables objective function constraints constraints ثم component الرابع والاخير non negativity constraints non negativity constraints is an integral part of the linear programming model كل software مبنية من الشرط ده موجود يعني انت لما تيجي تحل على software مش هتكتب non negativity ده خارج ليه by default هم عارفين ما هو موجود المسألة ما بتتحلش من غيره خلاص كده المسألة ما بتتحلش من غير ان انا اكتبت كمسترين اذا كل software بتفترض انه exist لكن لما تيجي تكتب الموضل لازم تكتبه وانت بتدخل الموضل على software ما بتكتبه وما بتعدش يعني ما بيسألك عندك كان variable لو انا عندي ما من x1 x5 يبقى عندي خمسة variable عندك كان constraint 6 ما بتحسيبش من ضمن العدد هتقول 6 constraint اللي العدد لبدا الcomponent اللي الرابع اذا نقدر نقول ان ال linear programming model بتكون من كام component اربعة decision variables objective function constraints non negativity constraints دي الcomponent بتاعت اي linear programming model اذا اما تيجي تكون structure model لازم تكتب الاربع حاجات دول مهم جدا تعريف decision variables ليه لان كل function فيها objective function function for decision variables if you معرف decision variables غلط تأكد ان الموضل هتعمل غلط فاهم decision variables وكتبت صح هتعرف تعمل الموضل صح اذا دي بندق فيها جدا لازم تكتب in more details زي ما هوريك واحنا شغالين مع بعض هادي الاربع components خلاص يبقى اول حاجة XJD أو XI are called decision variables these are things that you control هاي دي control variable أو decision variables أو controllable inputs لي لانا مش انا اللي هنتج إذا ممكن انتج مندي خمسة مندي سبعة مندي عشرة دي دي في ايه دي اقدر تحكم فيها يبقى دي اسم ايه decision variables أو controlled inputs بتاعتك هي decision variables عادة تنبون لكن العرف جار عن نحن نسمي decision variables طب الGI اتفاني ان دي constraints خلاص وممكن طبعا نطلع الobjective function فوق رقم اثنين افضل يعني على اساس طبعا ماشيين بالترتيب اللي هتيجي تعمل ب الموضل يعني انت لما هتيجي تبني الموضل دايما بتحدد decision variables اولا ثم constraints ثانيا يبقى انا هاخد كده اهي وهاجي هنا كده بس اهو ايه بس عشان ايه ماشي هبقى نقلها بعدين عشان هي لازم ترحل الهاجات كده تحت اه اه ايه وخلاص ابحط ايه فوق مش مش كده لكن هما الاربع components decision variables the objective function constraints and non negativity constraints فانا عندي انتبقى function فالdecision variables والconstrains اللي ها واحد من ثلاث ايقوال ايقوال ايما لازان ايقوال دي منسميها structural constraints functional constraints technological constraints او constraints وخلاص ماشي كده وبعدين النون negative ان كل الaxis are greater than or equal to zero يعني معناها ان كل الaxis must be non negative non negative ده منسميه non negative constrains ايقوال الاربع components بتوع linear programming model decision variables objective function constraints non negativity constrains اذا لما اقول اعمل الماثماتيكا model بمعناها بقول ايه تعمل الاربع حاجات دول تعمل الاربع حاجات دول احنا اسمع دايما مصطلحات كده اقول الفيزيبل solution والاوبتمل solution ايه الفيزيبل solution واي الاوبتمل solution الفيزيبل solution هو اي solution بيساتيسفاي الكنيسرينز فده اسمه فيزيبل solution حطينا قيم لx1 و2 و3 و4 لما تعود في الكنيسرينز كلها ساتيسفاي فده اسمه فيزيبل لكن الفيزيبل ده هل هو لا فالاوبتمل solution هو واحد من الفيزيبل solution ذات ايه ذات ماكسمايز او منيمايز اللي بيديني اخضر قيمة ده بنسميه الاوطمال solution اذا كلمة فيزيبل solution هو اي solution بيساتيسفاي الكنيسرينز يعني لما اقولك ان x1 plus x2 لزم ريكو 10 فانا لو طلعت قيمة x1 بتلاتة و x2 بستة يبقى ستة زي تلاتة بتسعة علم التاني بلكنيسرين ده ساتسفاي لكن هل x1 ب3 والx مثلا 2 بستة هل هو ده الاوطمال solution او لا قد يقول لا اذا الفيزيبل solution هو اي solution بيساتيسفاي كل الكنيسرينز at the same time انما الاوطمال solution هو one of the feasible solution that maximize or minimize the objective function ادي ده اي الفكرة بتاعة solution of the model طيب اذا انا هنا دلوقتي في linear programming problem انا عايز اعملي لو انا هفك الكلام ده ده الشكل مثلا ادي بتاع اي الموضل لما يتفك طريقة ما فانا اقول مثلا ادي او عايز maximize z بتساوي c1 x1 plus c2 x2 لغاية cn xn cn 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 cern cn cn ال-C1 وال-C2 دي بيسميها برامترز برامترز يعني uncontrollable دي given بالنسبة لي افرد انا بس عايز ا maximize ال-profit وال-3 ده عبارة عن ال-profit per unit بالنسبة لل-X1 وال-2 ده عبارة عن ال-profit per unit بالنسبة لل-X2 فالprofit per unit ده بالنسبة لي uncontrollable variables ده given من بره الماضل لكن الماضل لما يتحل هيطلع لقيمة ال-X1 وال-X2 لكن ال-C1 وال-C2 دي لازم تبقى لازم تبقى حاجة given زي ما هنشوف بعد شواء يبقى هنا لو بتكلم على الماضل القدامي ده يبقى هنا عايز ا maximize او minimize z وال-z بتساوي C1X1 plus C2X2 وهكذا لاحظ كلها جامعة وطرح ما فيش حاصل ضرب ولا اسم ولا فيلم ده كله subject to نفس الكلام AI1X1 plus AI2X2 وهكذا لغاية ال-I-N-X-N برضو الإهات هنا أرقام لما أقولك مثلا concern 3X1 plus X2 less than require 5 يبقى هنا الإهات هي أرقام برضو في الأخير دي عبارة عن يعني السيات والبيهات دي parameters يعني دي given من خارج الماضل دي given لازم تبقى given خلاص وال-BI نفس الكلام ده برامتر لا given من بره الماضل زي ما هشوفه بالأرقام بعد شواء خلاص كده ال-X لازم تبقى دي constraints مثلا لما أقولك أن ال-X less than or equal قيمة معينة هعطت لك هنا upper limit وممكن أدي لك lower limit lower limit بتاعنا هو كام الزير عقام ما فيش variable يقيل لعن الصفر ما فيش variable يبقى ده upper limit اللي هو UI ده upper limit لل-Axis زي ما أقولك مثلا لو أنا بنتج اثنين بروضاك وبقولك أن البروضاك لو أنا من فعش هنتج منه أكتر من 20 يونت يبقى أنا حطت لك upper limit إن المفهوض ال-X دي تبقى لزا require 20 يبقى دي upper limit طب لو أنا مش هعطي لك lower limit يبقى lower limit تاعكام صفر وممكن أدي لك lower limit رقم أكبر من 0 أقولك أن المنتج ده maximum أنتج منه 20 منه أنتج منه 5 يبقى لازم ال-X تبقى أكبر من 5 وأخير من 20 يبقى أنا هتطلق lower و upper limit من من ال- variables فده الشكل العام اللي احنا هنعمله للماضي يعني طيب أنت عشان تصيغي الماضي ده عشان نعمل ماضي formulation أو construction أو development نازم تراعي شوية حاجات أول حاجة you must understand the problem thoroughly فكين من شوية لما قلت بتكلم على الراجل بتاع الاوكشن ده اللي هو الاوكشنير لو أنت ما فهمتش الراجل عايز إيه بشطف تعمل model أو هتعمل model غلط فلازم model يترجم situation اللي أنا بواجهه وبالتالي لو أنت ما فهمتش ال-problem كويس هتعمل model غلط هتخش فزان اللي ايه تايه ويمشي يمشي مش مزلوط واحد رايح مشوار ومش عارف السكة كويس هيتو لكن اللي عارف السكة كويس خلاص من غير ما يسأل هيوصل ليه problem salary write a verbal description of the objective لازم بتكتب verbal أنا مثلا الobjective بتاعي أنا عايز maximize profit يبقى لازم اكتبه verbally maximize profit وابدأ اترجم الprofit ده في شكل mathematical function ابدأ اكتبه في شكل mathematical ايه mathematical function برضو نفس الكلام constraints لما تيجي تصير constraint معين اكتبه verbally انت الconstraint عايز يعمل خلاص وبعد ترجم الverbal statement الى ايه الى معادلة رياضي لازم تدفين الدسيجن فاريبز صح لو انت عرفت الدسيجن فاريبز غلط هتعمل الobjective function غلط هتعمل الconstraint غلط يبقى يبقى اترجم الدسيجن فاريبز in details يعني لو انا عندي two product ما تكتب ليش اكس وان هي product وان وان كده لكن ما تقوليش اكس وان هي product وان وان كلام مش مظبط عشان كده طيب وفهمنا المشكلة كتبت الobjective بتاعي فيربالي بالكلام كتبت الconstraint بالكلام عرفت الدسيجن فاريبز تبدأ بعد كده ايه بعد ما تعرف الدسيجن فاريبز يهفت write الobjective function والobjective function دي هتو in terms of the decision variables فلو انت معرف الدسيجن فاريبز غلط هتكتب الobjective function غلط طيب بعد كده نعمل ايه bullet write the constraints in terms of the decision variables الconstraint انت كتبته verbally هتبدأ تترجمه في شكل mathematical واخد خطة تكتب ال non negative di di دايما ال guidelines اللي انت هتتباح عشان تكتب الماثماتي الماضل بتعلين يا بروغرامك استيبسل اه خلي دول دايما في دماغك اذا انا عشان افورمولات ال linear programming model خطوات بقولك linear programming model هناختصره دايما LP the programming model formulation is a process is a process of translating a real world problem into a mathematical model هي process بترجم الكلام real world situation بتاعي بترجم وفي شكل mathematical model that can be solved using LP techniques solution techniques اللي هتكلم عنه انا طبعا كل كلمة في الشابطر ده how to formulate the model how to construct the model how to develop the model الشابطر اللي جاه اتكلم عليه how to solve the model ده ازاي نحل الموضل ده the linear programming model formulation of construction process involves several steps اول step اول step انت خلاص عندنا situation عندنا problem statement وهيجي بقى دور الخطوة بتاعت الليه model construction ده الخطوة رقم 3 في الخطوة رقم 3 في ال-or solve problem solving technique خطوة الاولى باشوف situation الخطوة التانية بكتب الخطوة التالتة بنعمل ايه اللي هوا دولهم اتدام من هد يعني اول تلاتة دول هو ده ال-verbal statement بتاع ال- understand problem thoroughly ده situation بكتب ال-verbal description بتاع ال-objective و constraints تمام ال- ال-اثنين دول كده انا عملت ايه عملت الموضل verbal statement من اول خطوة ده define right right ال-اربعة دول هو ده الموضل construction فاول الخطوة define the decision variables اول خطوة تعرف decision variables ودي دايما الفيرس step اللي هيتبنى عليها الموضل كل اتعرفت غلط كل اللي جاء غلط اتعرف صح كل اللي جاء صح ايمن كده بدي اول خطوة decision variables دايما هننرمز لايح احنا x1 x2 x3 and x1 حسب عدد ال-variables اللي عندك step رقم اثنين ها to define the objective function هتقول maximize او minimize حسب الموضل ايه تكتبش الكلمتين طبعية دايما او minimize زد دايما هنسمي ال-objective function set يبقى maximize z equal وتكتب الترجمة بتاعت ال-verbal set متاع ال-objective في شكل معادلة رياضية والموضل الرئياضية دايما لازم تكون function في x1 و2 و3 و4 اللي انت عرفتهم في الخطوة الاولى ك-decision values فدي الخطوة رقم ايه اثنين طبعا الكلام دا عملي هل الخطوة رقم ثلاثة you have to define the constraints اللي انت كتبته في شكل verbal constraints انا عايزة demand اللي يعني على اللي مية بعدها هترجمه الى constraint يبقى x d لازم كان اللي مثلا ان الwarehousing area بيستوى 10,000 يونت يبقى لازم ما انتقش اكتر من 10,000 يونت يبقى مفوض x1 plus x2 يبقى 10,000 يبقى انا هنا بكتب ايه بكتب و constraints لازم تبقى ايه في decision variables لازم but constraints دي و الكلام ده كل بحدد اللي ال data بتاعتي بجيب data عشان تطبع لها الموضل ده ممكن تكتب الموضل في شكل رموز زي ما كتبناه من شوية maximize c1 x1 plus c2 x2 تمام وال constraints ai1 و ai2 ده general form بتاع الموضل بعد نعوض باللي بال data في الموضل ده ابدأ اشيل لسا احط القيم بتاعتها ابدأ اشيل احط القيم بتاعتها تشيل وحط القيم بتاعته وكده بقى عندي الموضل جاهز مفروض نجيل تبع كده ايه اتحل الموضل ده اتحل الموضل ورقائقه بعدا خلاص صيغنا الموضل وحطينا ارقامه بقى جاهز يبقى في الصور الموضل طب هصول الموضل يبقى لحل اللينيا بوغرامنج موضل الطريقة الاولى اللي هي الجرافيج الماثود الطريقة التانية السامبكس ماثود الطريقة التالتة اللي هي الانتيرير ماثود التالت طرق دول هما اللي بيحلوا اللينيا بوغرامنج ماثود والصوفتوير زي ما قلنا بيعمل الكالدر انا اتكلم طبعا شابتر كامل على حوط صول طبعا عملنا الماثود نعمل ايه بعد كده ان انا وعمل ما يسمى بيه في الانتيربريتشن ده بنعمل حاجة اسمها وده يبقى عندي شابتر بعد الشابتر متاع الماثل سليوشن هنتكلم على يعني احنا ان شاء الله الشابتر الجاي هنتكلم على لكن المطلوب مننا نعمله على السوفتوير فلاسي تتعلم السوفتوير كويس عشان كده هبعتلك السوفتوير تجهزه عشان من المرة اللي جاية ان شاء الله هنبدأ نحل على السوفتوير طيب فتفسير النتائج بنعمل بشوف الماضل للتغير في يعني لو غيرنا بتاعت لو غيرت لو غيرت اللي هي الكويفيشنس ساعة اسمها اللي غيرتها اللي هيحصل فيه بتاع الماضل هل الماضل هتغير هتقول ولا حاجة بس هتغير الكلام ده هنعرفه بالتفصيل في الشفتر بتاع sensitivity analysis يبقى دي ال steps اللي انت بتعملها في ال linear programming الماضل هنشوف كده example مبدئي عشان هوري لك الاربع حاجات اللي فاتوا دول ازاي تحدد decision variables ايزاي تحدد ال objective functions ال constraints ال non negative constraints الامور اللي انا متعمل شوية هنقولها دلوقتي على case الكيس دي بتتكلم على الشركة الشركة دي اسمها الشركة دي بتصنع لعب اطفال من الخشب وجايب لك معلومات عن الكلام ده واللي انا بقوله ده هو ده ال verbal statement of the problem احنا عندنا situation ال situation ده ال holy decision maker ال situation ده ترجم نفس شكل problem statement ده اللي هو ال verbal statement of the problem اللي انا هاخد الكلام ده بترجمه الى ايه الى mathematical model او linear programming model طيب فعنا نشوف ال ايه ال verbal statement بيقول اول حاجة بيقول جايبيتو ده اسم الشركة with carving with carving incustration manufactures two types of wooden toys soldier and trains يبقى اول معلومة الهالي ان الشركة ده بتصنع two products soldier عساكر يعني و trains من الخشب يعني بيصنع عساكر كده من الخشب و اطرة من الخشب يبقى انا كده عندي كان product اتنين طيب a soldier sells for 27 dollars السلجر الواحد بيتباع ب27 dollars and uses 10 dollars worth of raw materials وبيحتاج raw materials قيمة عشرة دولار يبقى بيبيع 27 دولار السلجر ده بيحتاج raw materials قيمة عشرة دولار each soldier that is manufactured increases جايبيتو variable and overhead cost by 14 يعني السلجر ده بيبيعه ب27 بيكلف نقدي 10 دولار خشب و14 دولار تكاليف عمالة تكاليف العامة بتاعت الشرك يبقى الغد دلوقتي التكلفة كام 10 14 24 يبقى المكسب كام في السلجر واحد 3 دولار هو بيبيع 27 بيكلف 10 زياد 14 10 زياد 14 24 دولار دي التكلفة التكلفة دي شاملة raw materials اللي هو الخشب شاملة labor شاملة overhead ده السلجر نفس الكلام هيحكهولي على مين على الترين نفس الكلام هيقشهولي على الترين الترين sales for 21 دولار بيبيع الترين ب21 دولار تكلفة تكلفة يبقى الترين بولي and uses 9 دولار worth of raw materials الترين ده بيحتاج خشب لل raw materials بتسعة دولار each train belt increases jipetus variable labor and overhead costs by 10 دولار تكلفة العمالة بالنسبة للترين وتكلفة overhead 10 دولار إذن معنا كده تكلفة الترين كام 19 19 19 بيتباع بكام 21 يبقى المكسبة دي في الترين 2 دولار يبقى السولجر بيكسبني 3 دولار profit period أما الترين بيكسبني 2 دولار بيكسبني 2 دولار ال2 وال3 اللي أنا بقول دولها يبقوا يا جماعة دول اللي يتحط في objective function اللي أنا هشوف دلوقتي أما هخلص الموضل كله هتلاقي إن هذا في الشركة دي عايزة تعمل ايه عايزة maximize profit أي الهالي تحت هو فأنا عايزة maximize profit عايزة maximize profit طب الprofit بيساوي profit في عدد الunits للترين والسولجر إجمارهم على بعض يديك التوتل ماشي هنقول الكرام ده بالتفصل طيب يبقى دي المعلومة الهالي حتى لان يبقى أنا عرفت المنتجين والسولجر والترين والسولجر يتبع بكام ويتكلف كام والترين يتبع بكام ويتكلف كام هو عشان يصنع الترين والسولجر دي من الخشب محتاج نوعين من العمال النجارين اللي يصنعوا اللعبة الخشب دي والناس بتوع الفانيش الدهان والصنفرة والكلام عشان يطلع الحاجة شكلها حلو يتبع في السوق يبقى أنا بحتاج كام عمالة نوعين كاربينتري وفانيش السولجر الواحد ريقويرز two hours of فانيش لابر and one hour of كاربينتري لابر يبقى السولجر عشان انتجو بيحتاج ساعتين من الناس بتوع الفانيش وساعة من النجار عشان يصنع ده السولجر نفس الكلام الترين a train requires one hour of finishing and one hour of كاربينتري labor يبقى هنا الترين بيحتاج ساعة finishing وساعة كاربينتري اللي هو النجار يعني خلاص كده يبقى عدي بيقول لي التصنيع بيتم ازاي اللي هو الworking hours اللي أنا محتاج عشان أصنع ده أو أصنع ده المعلومة اللي بقيتها بيقول بيقول each week jb to can obtain all the needed raw materials يبقى أصبح هنا بالنسبة للترامة أنها can obtain all the needed raw materials يبقى raw materials is not a conestrian لكن لو كان قال لي ان raw materials اللي عندهم 20 متر خشب مثلا يبقى هنا لازم استخدم 20 متر من فعش أكتر إذن هنا raw materials is not a conestrian but ولكن only 100 finishing hours and 80 carpentry hours لكن هم عنده غير 100 ساعة finishing و80 ساعة carpentry يعني النجاري اللي عنده بيشتغلوا في الأسبوع 80 ساعة والناس بتقول finishing بيشتغلوا في الأسبوع 100 ساعة resources دي limited resources يعني resources عبرني working hours the resources the resources the machines the labor كل دي resources فأي حاجة limited يبقى لازم لها conestrian لكن لما يقول إن raw materials can obtain all the needed raw materials إذن ترامى إنها unlimited يبقى إذن it a conestrian يبقى أنا عندي conestrian لازم يضمن إن finishing hours ما تزيدش عن مية ولازم يكون عندي conestrian يضمن إن عدد ساعات النجارين ما تزيدش عن 80 عدد conestrian طي إيه تاني بيقول the demand for trains is unlimited the demand على trains إلي هتنتجه هتبيعه unlimited is not a constraint يبقى demand على trains مش conestrian ليه أي حاجة هتنتجه هتبيعه لكن لو كان قلي demand على trains ما يزيدش عن 100 أو ما يقلش عن 50 يبقى أنا في هذا الحال ده conestrian زي ما هيقولها but at most 40 soldiers are bought each week لكن على الأقصر 20 soldiers يتبيعه في الأسبوع إذا أنا لما أنتج ما أنتج شفت من 40 الزيادة مش هتباع هتخزينه هتكلفك كلام ما يبقى أنا هنتج في حدود at most 40 at most بتترجم ما اسمتك لإيه less than or equal ولا greater than or equal at most يبقى less than or equal at least to be greater than or equal خلاص كده فهو قال لي at most 40 يبقى لازم عدد soldiers to be less than or equal 40 لو قال لي at least يبقى لازم عدد soldiers to be greater than or equal 40 آخر بقى حاجة بقى اللي جاء بي to want is to maximize the weekly profit الشركة دي عايزة maximize the weekly profit دي عبارة عن straightforward linear programming model عندي resources عايزة عمل لها allocation خلاص بحيث ان انا maximize profit يبقى انا حددت الهدف هو ان انا عايزة maximize profit طب افرد ما جابليه سيرة الهدف ما ليش maximize profit المفروض لما ترى الكلام ده تفهم ان انا عايزة حتى لم عطيلك price والcost يبقى اكيد عايزة maximize الفرق اللي هو profit لو عطيلك price بس يبقى maximize revenue لو عطيلك cost بس يبقى minimize cost يبقى حسب given information انت تقرأ تحدد الobjective ايه خلاص كده يبقى لو عطينا price بس يبقى maximize revenue cost بس يبقى minimize cost cost و price يبقى المطلوب تحته بقولك formulate a linear programming model of jp to situation that can be used to maximize jp to weekly profit اه دي اخص دي straightforward linear programming model في حد مش فاهم الموضوع حد عنده اي استفسار في الكلام انا عشان فورمليات الموضل يبقى لازم احدد الاربع components اللي اتفاعل عليه اول حاجة decision variables تاني حاجة objective function ثالث حاجة رابع حاجة non negativity constraints طيب تعال نفكر كده هو ايه decision variables تحت الموضل ده decision variables دايما هي unknown اللي انت عايز تاخد قرار بها الشركة عارف ايه الشركة دي عارفة انها بتنتج نوعين من المنتجات وعارفة كل منتج بيدعب كام وعارفة كل منتج بيتكلف قد ايه روم material وقد ايه ليبر وكلام ده وعارفة كل منتج بيحتاج كم ساعة من النجارين وكم ساعة من وعارفة ان عندها كم ساعة وعندها كم ساعة وعندها ايه الحاجة الانون في الموضوع الانون هنا هو quantity to be produced من الصورجر والترينز يبا الانون الانون هي دي بالنسبة للانون هاي دي الحاجات اللي انا عايز اغط قرار بصدادها اذن هاي دي decision variables بتاع الموضل اللي قدامنا ده او situation اللي قدامنا ده هو quantity to be produced من ال products وإحنا اتفقنا ان decision variables هنسمي مع x1 x2 يبا اذا انا هقول كده ان decision variables هولت x1 بتساوي number of soldiers produced per week ليه قلت per week عشان هو عايز يعمل plan لسبوع وك لبراخته يبا انا x1 هي number of soldiers produced per week وان x2 هي number of trains produced per week هما دول النون اللي عندي هي دي decision variables هي دي الحاجات اللي انا عايز اخد قرار بصداد بقيت الحاجات كلها known كلها معروفة دي دايما الطريقة اللي اتفكر بيها وانت بتكتب ليه وانت بتكتب decision variables احو يبقى انا اول خطأ you have to define decision variables اللي قلنا عليها من شوائن خلاص اما ما تيجي تكتب decision variables لن تكتب in details يعني ما تقول اكس وان soldier اكس تو trains الكلام دا مش مضلوط انا باعتبره كده غلط فلازم اقول كده ان اكس وان هي number of soldiers produced each week او per week او quantity of soldiers to be produced per week شغال كل ده اوكي و اكس تو هي number of trains produced each week او per week او بدل number quantity خلاص كده ودايما يا جماعة النوعية دي من problems دي اسمها product mix problem اي حاجة بحكيه لك شركة بتنتج ايه وبتتكلف ايه وبتعمل ايه اسمها product mix دايما decision variables هي quantity to be produced من كل product يعني ايه فرد الشركة دي بتنتج عشر منتجات soldier و trains و رفزات و كرائز وحاجات كتيرة جد اذا ايبنا عندي كان variable 10 variables لو بتنتج خمس مختلفات يبه 5 variables فدايما في product mix problem decision variables هي quantity to be produced من كل product انا هو اللي هما 2 products بس trains و soldiers يبه هنحط x1 بتمثل number of soldiers و x2 number of trains 2 numbers ماشي تقول quantity ماشي كيف من الكلام ده طيب يبقى ده اول حاجة ده تعريف decision ايه decision variables طيب الobjective function الobjective function احنا عارفين هو من الكلام اللي فات ان انا عايز اماكسمايز ال profit عايز اماكسمايز ال profit عرفت منين زي ما قلت له والله لو كان given ال بيكسب كذا يبقى maximized profit لو عطي لك ال cost بس يبقى minimized cost عطي لك revenue اللي هو price وعطي لك cost يبقى تماكسمايز الفرق اللي هو ال profit period 10 دولي هو قال لي السورجر بيتباع ب27 وعشرين وبيحتاج 10 دولار raw materials و14 labor overhead يبقى اصبح دلوقتي profit per soldier بيساوي 3 نفس الكلام train بيتباع ب21 خلاص بيتكلف 9 و10 يبقى بيساوي profit اللي جاية من soldier plus profit اللي جاية من train طب profit اللي جاية من soldier عبارة عن profit pair unit مضروبة في عدد units طب profit بتاع train عبارة عن profit pair train في عدد train طب profit pair soldier 3 و profit pair train 2 وعادل soldier train كام x1 x2 اللي احنا نعمل شوية x1 هي عادل soldier x2 هي عادل ايه train اذا انا قدر نقول ان objective function بتاعتي ان انا عايز ا maximize z والz دي بتساوي 3 x1 plus 2 x2 3 هي عبارة عن profit pair soldier و x1 هي number of soldier طب اي ديفينيشن اللي انا قلتو مشاو يبقى تاني يبقى انا هنا عايز ا maximize total profit وال total profit ده عبارة عن 3x1 plus 2x2 3 هي عبارة عن profit pair soldier وال2 هي عبارة عن profit pair train طيب حاصل ضرب profit pair unit في number of units يطلع لك total profit اذا 3x1 هي total profit تعمين soldier وال2x2 هي total profit تعمين trains اجمعهم اجمعهم على بعض يطلع لي total profit بتاع لي الشرك الكلام المكتوب فوق بوري لك التكليل حتى حتى بقى revenue اللي هو price في الكمية نقص تكلفة العمالة نقص تكلفة الroomaterials مش لازم التكليل كلها لكن عشان تبقى فاهم بس قادي اهو انا عايز ا maximize profit والprofit هو عبارة عن profit of soldier plus profit of trains profit of soldier عبارة عن profit pair soldier times number of soldiers plus profit pair train times number of trains اذا الفunction اللي انا كاتب هذه maximize z equal 3x1 plus 2x2 بتعبر عن objective function بتعامين بتاع الشركة دي اذا انا هدفي تحدد كيمة x1 و x2 اللي بت maximize الكلام ده طب الكلام ده عشان اعمل maximization فيه عندنا ايه constraints يبقى we have to define constraints الconstrains دايما related بالايه بالresources الconstrains related بالresources طب هو قال لي هنا كان constraint في الموضوع قال لي 3 constraints الconstrains الاول الfinishing hours اللي هما مية theconstrains يعني المفروض الsoldiers والtreins اللي هنتجها تحتاج finishing hours ما تزيدش عن مية limited resources دايما limited resources الconstrains بساعتها less than or equal الخيم اللي هي المية والثمانين والاربعين دول الاربعين دي ايه اتموست خرص طيب الcarpentry hours انا النجارين اللي عندي بيشتغلوا في الوزوع maximum 80 ساعة اذا المفروض اللي انا هنتجه من الصلجر والترينز ما احتاجش اكتر من 8 ساعة من الcarpenters اللي عندي بيشتغلوا الكنيسترين التاني بيشتغلوا الكنيسترين وعند الكنيسترين والكنيسترين والكنيسترين التالت والاخير الديماند هو قال الديماند للترينز unlimited اذا الترينز كدماند ملاحش لكن قال ايه اتموست 40 سولجر فبالسولجر هما اكس وان فالمفروض ان اكس وان دي اتموست 40 ايبقى ليس زان او ايقوال اربعين لو قال لي اتليست كان ايبقى جريتر زان او ايقوال اربعين يبقى عندي كان كونسترين 3 واحد خاص بالفانيشنج او واحد خاص بالكربينتر واحد خاص بالإيه بالدماند او او طب الفانيشنج او هنعمله ازاي يعني الكونسترين 3 الكونسترين الكونسترين الاعواني اتش ويك فانا الكونسترين اللي عندي كلهم 100 ساعة يبقى انا المفروض اللي هنتجو ماحتاجش اكتر من 100 ساعة finishing hour الكونسترين اتش ويك او او ساعة من انا مش يعني ما عنديش اكتر من 80 ساعة من الكربينتر الكونسترين الثالث ان الدماند الخاص بالسولجر is limited limited became at most 40 soldiers should be produced هو الدماند على الاقص 40 من المنتج solجر ما انتجش اكتر من 40 اكتر من كده يبقى انت بتاقي الكرارات خاطئة هتخزنه ويكلفك بلا انا اما اترامى الدماند ما بيزيتش 40 يبقى ان انت ما زودش عن 40 عش 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 اترام من اترام من التلاتة كونسترين هيترجمه ازاي بص كده الكونسترين الاول الكونسترين كما لديها 3 اتجاهات ي equal less than equal greater than equal دائما limited resources كلها less than equal limited resources كل دي بمعنى يستخدم كله يأقل منه انت كل الابالابل يستخدم كلهم يأقل منهم لكن ما يبقاش عندك 100 ساعة وتشغل العمال 150 جيبهم منين ده هم اخرهم 100 ساعة افضم خمس عمال كل واحد يشغل في الاسبوع 20 ساعة 25 بمية ذا الماكسبول ممكن إيه اللي اه ممكن إيه الواحد غام وواحد مجاش واحد تمشي لكن ما يزيدش عن كده ده الحد الاقصى نفس الكلام الحد الاقصى عمالين ساعة الديماند هو اللي بل حد الاقصى الديماند 40 طيب تعالى شوف الكنيسترى الاولاني يبقى لازم الكنيسترى الاولاني يبقى لذهم نريك والهاندرد طيب ايه هو لذهم نريك والهاندرد احتياجاتي من الوركينج آورز طب الworking hours هو اللي اللي بالكلام اهو السولجر الواحد السولجر حي تدعي requires two hours of finishing and one hour of a of carpentry يبا السولجر بيحتاج one hour of finishing and one hour of a carpentry two hours one hour والترين بيحتاج ساعة وساعة يبا انا المفروض احتياجات السولجر من الفانيشنج زاد احتياجات الترينز من الفانيشنج مفروض ما تزيدش عن الماء طب السولجر الواحد بيحتاج ساعتين من الفانيشنج يبا اللي انا هنتجه من السولجر بيحتاجه كم ساعة اتنين اكس وان اتنين احتياجات السولجر الواحد واكس وان عدد السولجر plus احتياجات الترينز الترين بيحتاج كم ساعة فانيشنج واحد يبا one times يديني احتاجاتي لترينز من الفانش. يجيبها الكنوسترين بتاعي بلاس وان اكس تو ليس زي نوريك والهندرد. اهو اكس وان بلاس اكس تو ليس زي نوريك والهندرد. طيب الكنوسترين بتاع الكربينترز هو قليل السورجر بيحتاج ساعة والترين بيحتاج ساعة. اذا ساعة في عدد الصوجر بلاس ساعة في عدد الترينز المفروض دي اتكلام دي يبقى اقل من 80. هي عدد الصوجر مضروفة ثانة طبعاً اللي وان ما ما fermt buch. يعني دي وان اكس وان السولجر بيحتاج ساعة في عدد الصوجر بلاس وان اكس تو يحتاج ساعة في عدد المفروض دي بقى قل من التمانين ساعة الابيلاب somehow بالنسبة لك بالاسترين رقم 2. الكنوسترين التالت قال لي ايه? قال الديماند تاع الصوجر. يبعدد الصوجر الي هو اكس وان should be less than or equal 40 أقل من أو يساوي 40 لو قال لي at least يبقى جنيت or equal 40 طبعا limited resources should be less than or equal لن يمكن يبقى جنيت رزان 100 ولا جنيت رزان 80 ما فيش طبعما limited resources limited resources ال working hours ال workhousing area ال time ال raw materials كل دي limited resources لازم تبقى less than or equal demand ممكن يبقى جنيت or less than or less than حسن ما يقولك بقى less than most كده هنا كده الخصة دي جمع هنا الconstrange دي بنسميها structural constraints technological constraints functional constraints والcoefficient تعتريكسات دي دي اسمع لي دي دائما technological coefficients يعني 2 وال1 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 اللي هنا دي اسمع لي technological coefficients خلاص والright hand side اللي هو اللي هو المية والثمانين والاربعين دي دايما منسمي available resources available resources او quantity of resources that is available ده الثمانين والإيه والمية والاربعين فهمنا كده الفكرة بتاعت how to formulate اللي الconstrange بتاعت الماضي قد عنده اي سفسر يبقى هنا دول اسموهم دول اسموهم technological coefficients الconstrange بنسميه constraints او constraints او functional constraints او structural constraints كل ده الconstrange اخر حاجة طبعا اللي منسميه sign restrictions لازم ما فيه sign restrictions biologically عدد الصورجر والترينز اللي انا هينفع ب negative ماينفعش يبقى عندي sign restrictions لازم احط ان يعني يتساوي صفر اي اكتر طب يفرد كان ينفع يبقى هنا بقول على انها unrestricted in sign طب ينفع كده ينفع بس قبل ما تحل لازم تخليها unrestricted in sign لها تحويلة هنتكلم عنها بعدين انا اكلمك ازاي بقى يفرد عندي variable unrestricted ينفع يبقى negative فده هتكتب جنبه unrestricted in sign ولازم اشيله من الماضل واستبدله بمتغيرين بالفرق بين متغيرين لان اي رقم هو الفرق بين رقمين مجابين اي رقم هو الفرق بين رقمين مجابين له الاولاني اكبر من الثاني بالفرق مجاب لو العكس بالفرق سامب اذا اي رقم سواء سالب او مجاب هو الفرق بين رقمين مجابين فلما يبقى عندك variable unrestricted in sign بحوله بشيله من الماضل وحط ما كانوا الفرق ما بين متغيرين اكس وواي نشيل كل حاجة unrestricted وحط ما كانوا اكس ماينس وواي بس كده هنتكلم معنا بالتفصيل بعد كده اذا انا هنا بالنسبة دي عدد وعدد الترينز must be non-negative اذا دول restricted in sign ان sign بتاعتهم لازم توابصر فعشتوا بايه ايه تبقى negative اكد فعشان كده المفروض ان x1 و x2 ممكن تكتب كل واحد راحية x1 greater than equal to zero x2 greater than equal to zero ادي sign restrictions او بنسميها non-negative constraints اذا نقدر نحط بقى الموديل ده على بعضه اه سواء الداتا الداتا كلها جابن ايه يعني الخطوة لا قدينش بقى الخطوات الداتا كلها جابن في الverbal stagnic تعم السبعة عشرين والعشر والكلام ده كله هي دي الداتا جاهزنا الداتا خلاص وهدي الموديل بقى على بعضهم عادي شكل الموديل يعني وفقا للقيود التالية بالعربية الكنيسترين الاولاني 2x1 plus x2 less than equal 100 ده دايما يفضل كده تكتب جنب كل الكنيسترين ده بتاعي يفضل بتيجي تعمل modeling تكتب جنب كل عشان لو عايز تراجع عايز تعمل تبع عارف كل حاجة بتعتيب بالكنيسترين الاولاني 2x1 plus x2 less than equal 100 ده finishing constraint x1 plus x2 less than equal 80 ده carpentry constraint x1 less than equal 40 ده soldier demand constraint x1 greater than equal to 0 x2 greater than equal to zero او ممكن تحطوه مع بعض x1 coma x2 greater than equal to zero ده non negativity constraints هذه الاربعة components بتاعنا لازم تكتب أبل الموديل تعريف number of soldiers produced per week وx2 number of trains produced per week بعدين ادي الموديل يبقى x1 excluded decision values z ده objective function constraints non negative constraints ادي الاربعة components to linear programming model فين من كده الكلام ده بعد ما بتعمل الموديل الخطوة بعدها بنعمل ايه بسولف الموديل انا حلت الكلام ده على السوفتوير لغا ما نتعلم الموديل مانيولي هيطلع قيمة x1 20 x2 60 والz بتسه 180 يبقى مفروض عدد السولجر اللي انا هنتجه 20 وعدد 60 60 الزد اللي هو 180 اي حل تاني غير دول لا يمكن يدي لك قيمة اعلى من 180 بفيش حل تاني هيدي قيمة اعلى من 180 ممكن بفي حل بيدي 180 اه ممكن وبالتالي بعندي حاجة اسمها multiple optimal solution ويدي كيس هنتكلم عنها بعد كده يبهينا المفروض ان x1 عدد السولجر اللي انا هنتجه كله 20 وعدد الترينز اللي انا هنتجه كله 60 يديني الكلام ده 180 طبعا السوليوشن ده لازم يبقى فيزابل اولا يعني ايه فيزابل يعني لو انا خدت x1 ب20 وال 60 وروحت اعمل هنا لازم الكلام ده يتحق جرب كده 20 و60 عود يبقى 23 20 زي 62 60 يطلع لك 180 اللي هي قيمة الز طبعا 20 و60 22 20 40 40 زي 60 100 اللي ازاي نريك المية مصبوط المية اقل من 200 طبعا 20 زي 60 80 اقل 60 مصبوط يبقى ده satisfied طيب عدد الصورجر اللي هي ايه اللي هي 20 طب العشرين اقل من 40 مصبوط اقل من 40 طب اقبل الصفر اه الاتنين طلعين بصر ازا الحل ده يعني يعني بحق وفي نفس الوقت ليه عشان هو ده اللي بتاعت الز طبعا نشوف الكلام ده ان شاء الله هوري لك الحضر الجاية اللي هو الموضل solving how to solve linear programming model لكن انا اقامل بالصوفتوير يعني حديثه بالصوفتوير في سواني كده طلعت اللي ايه الحل الصوفتوير اما بتيجي تحل مثلا الصوفتوير اللي هو البسيط البوم هيسألك انت هتخلت اختار هيسألك اول سؤال هتقول له عندي كم تاني سؤال هيسألك هتقول له ماكسمايز هادي ثلاثة اسائلة يبقى عدد 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 نوع الوبجيكتب فانكشن ماكسمايزاشن ولا مينيمايزاشن هتجاوب له على الثلاثة اسائلة دول يبقى عدد 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 شكل جد والقيدة شكل حل كتب لك فوق اكس وان كتبك اكس وان بعدين هتكتب تلاتة تحت اكس وان تحت اثنين الكلومسترين الاولاني هتكتب تحت اكس وان اثنين تحت اكس وان والرات هندسات هتكتب مين والعلامة هتلاقي هو عاملها لك يا لزان كلهم يا جريتر كلهم وانت تقدر توقف على علامة وطغير عايز اجريتر لزان عايز ايقل مفيش عايز اسمها جريتر بس مفيش عايز اسمها لزان بس لزان ايقل دول التالت اشكال مفيش رابع بل همش رابع مجرد خلصت الكلام ده في ثانية هتلاقي الحل طلع ثانية هتلاقي الحل طلع وعايز تتفرج بقى على طريق الحل المانيولي هيا والرهال هذا الفاطر القول التاني الثالثة رابع وهكاس عايز النهاية هيجيب لك النهاية واطماتيك بيعمل لك بتاع الموضوع ادي الفكرة بتاعة الانيار موضوع الدكتور هو الزد هنا 180 maximum profit per week ولا هحط بر week لانا في البداية اقول له هي number of soldiers produced per week وليكس تو هي number of trends produced per week يبقى زد هي maximum profit per week يبقى انا بعمل يبقى الplan بتاعتي اسبوعين الموضل ده عشان تحله في عندك اكتر من طريقة طبعا الـ graphical method دي بتستخدم في حالة متغيرين بس فده متغيرين ينفعل graphical method وفي عندنا أي عدد وفي عندنا interior point method أي عدد من أي عدد من الموضل فيهم الكلام ده طب وفقا على المثال اللي فات ده على المثال اللي فات انا خمس ده بالظبط هندي break ان شاء الله على المثال اللي فات تقدر تقول what is linear programming problem يعني هي problem عايز اوصل ل optimization solution يعني معنى optimization problem وكلمة optimization يعني maximum أو minimum بتاع function معين for which we do the following even linear programming is an optimization problem for which we do the following we do a we attempt to maximize or minimize a linear function and maximize or minimize function of the decision variables the function that is to be maximized or minimized is called objective function يبقى دائما في linear programming and optimize function maximize or minimize function في decision variables decision variables x1 2 3 4 5 و هكذا ونتماش لغاية xn function دي اسمه ايه objective function طب المفروض الvalue بتاعة the decision values must satisfy a set of constraints القيم بتاعة the xs must satisfy a set of constraints ان هم كانوا من شوية دول اهم ان المفروض ان 2 x1 plus x2 لازم تقليل من مية وان x1 plus x2 لازم تقليل من 80 والx1 تقليل من 40 والx دول وان وطول لازم مؤقبرا فنول the values of the decision values must satisfy a set of constraints each constraint must be a linear equation اللي equal or linear inequality اللي هي لزان equal أو greater than equal في ايه في decision variables برضي يعني لازم elconstraint is a linear equation of or linear inequality of the decision variables اخذ حاجة assign restriction is associated with each variable يعني الvariable اللي هو biologic لازم يكون negative لازم اكتب عليه انه هو greater equal to 0 الvariable اللي هو ينفع يكون negative تكتب عنه تكتب جنبه unrestricted inside والunrestricted inside ده قبل ما تحل ما ينفعش يتسب كده قبل ما تحل لازم احول الماضي بطريقة هتكلم عنها بايولوجي يفرد ماضي لو فيه درجة حرارة درجة حرارة بتنفع تبقى سالب ازن الvariable ده لو مثل درجة الحرارة يبقى كان مسلا كمية حاجة معينة يبقى زيرو يبقى لكن الvariable اللي هو ينفع ده اسمه يعني بتاعته ينفع تبقى بصف وينفع تبقى في الماضي ينفع اه ينفع لكن في الحل ينفع لا ما ينفع ليه اما تيجي تحلل الماضي ده السوفتوير مختار انه لازم بقى اجبر نسا صرف لعمره ما يطلع لك نيجاتف وبالتالي لها حل اه لها حل هنقول لك اضع طريقة كده سهلة وبسيطة ازاي تعمل الكراب اعدي ليه الديفينيشن بتاع الينيار بروغرامينج خلاص طب الينيار بروغرامينج موضل دي ليها شوية افتراضات ليها assumptions ليها assumptions اول assumption اللينيارتي وانا يعني اللينيارتي يعني لازم الوبجيكتيف فانكشن والكون سرينز كلهم يبقى لينيار فانكشن يعني لينيار فانكشن يعني ما فيهاش سكوير ما فيهاش قيابك ما فيهاش لين ما فيهاش لجرس ما فيهاش اكس وون ما فيهاش مضروبة في اكس وون كل ده ما ينفعش يبقى لازم كل الترمز اللي في الموضل تبقى لينيار قادي اول شرط الشرط التاني اللي هو الاديتيفي ايه الاديتيفي ده الاديتيفي نقصد بها ايه نقصد بها ان قيمة الوبجيكتيف فانكشن هي عبارة عن ايه هي عبارة مش احنا كنا بنماكسمايز البروفت اللي جاي من الترينز ما قلتلكش ايه تايمز ما قلتلكش ديفايد باي احتلاك بلاس اهدي كلمة الاديتيفي برضو الريكوارمنس من الروماتي اليميتاور دي وزعتها ازاي وزعتها الميتاور هبارة عن الجزء اللي هيستخدم في السلجر بلاس الجزء اللي هيستخدم في الترينز ايه ايه قصة الاديتيفي البروفرشناليتي اللي هي ايه القيمة بتاعة الـ X1 والـ X2 كلما بتزاود الـ X1 اللي عادة السلجر يزيد البروفر كلما بتزاود الـ X2 اللي عادة ترينز يزيد البروفر كلما تقال الـ X1 او X2 يقال البروفر اذا البروفر البروفر الـ X1 والـ X2 تاني حق الميتا ساعة والثمانين ساعة دول قيمتهم القيمة اللي انت هتستخدمهم منهم function في الـ X1 كلما تزاود الـ X1 كلما الكمية المستهلكة من المية والثمانين هتزيد كلما تقال الـ X1 كلما الكمية المستخدمة من الثمانين والمية هتقل ده شرط البروفرشنال الشرطين دول يا جماعة هما سبب اللينياريتي يعني لو الشرطين دول متحقيين اجباري الماضي الهيباليني مش هيظهر في سكوير مش هيظهر في قصر ضرب ولا اسم طب الشرط اللي بعد كده نقص البيعي ان كل الـ data are not uncertain يعني are not uncertain بص كده انا بكلمك في المثال اما جيت اقول لك على سعر البيع اللي بيتباع به السولجر والترين قلت لك السولجر بيتباع بـ 27 بس الترين بيتباع بـ 21 بس ما قلت لكش السولجر ممكن يتباع بـ 27 او 25 او 26 و 20 و دي البروفيرت بتاحها كذا و دي كذا و دي بيحتاج روما تهزع 10 دلار ما قلت لكش 10 او 5 او 2 ادي معنى كلمة certain يبقى كل الـ information اللي هنا كلها certain at 100% قلت لك ان الـ الـ والكاربينتر 80 ما قلت لكش يا كذا يا كذا كذا ادي كلمة certainty يبقى لازم يتوافر في الـ 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 ادي الشرط الـ الـ صد بي ان is independent of x2 والـ الـ value بتاعت x2 is independent of x1 يعني كل الـ decision values are independent of each other هادي الـ independence الشرط الاخير divisibility في linear programming نعني ان ممكن تحل الموضل يعني احنا مثلا ما حلنا الموضل طلع لي طلع لي x1 20 و x2 60 ممكن يطلع لك x1 بتسوي 20.5 وال x2 60.2 الـ programming بتفتارد ان decision variables are divisible divisible يعني ممكن تاخد fractional value طب افرض طبيعة الموضل ده الـ x1 ما ينفع شو بقى fraction يعني انتج 20.5 ويعني انتج 60.1 trends هنا الموضل يطلع انتجر programming هي انتجر programming هي linear programming بس بحط شرط جنب الـ جنب الن negative ده اللي انا بقول x1 and x2 greater than or equal to zero جنبها لازم مكتب and integer يعني لازم تطلع integer باسمها integer programming فدي special case من linear programming يعني linear programming هي linear programming الفرق بس بزيد عليها concern زيادة ان variables تحت should be integer variables بس كده عشان كده linear programming بتختار دليل divisibility ان variables are divisible يعني ينفع تاخد fraction طب لو طبيعتها ما تنفعش زي عادل structure عادل trains بانتج عربيات تلاجات غسارات مش ينفع ينفع لكن الحاجات اللي بتنتجها بالكيلو ينفع عيلا بالكيلو بالطن بالكلام من ده ينفع 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 هنتك 3.5 3.5 3.2 2.2 4.4 كده لكن variables اللي هي بطبيعتها مينفع ينفع 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 أنا دخلت الفرعة تاني اسمه integer programming لو short certainty ده مش متحقق دخلنا في stochastic programming لو short independence مش متحق additivity والproportionality مش متحق دخلنا في non-linear programming إذن أي assumption من دول مش متحق بيدخل في حاجة تانية خالص يعني الثلاثة روانين دول اللي هي linearity additivity proportionality التلاتة دول أي واحد منهم مش متحق ما بقيتش linear programming بقيت non-linear programming certainty مش متحق في كل برامتر في الماضي الأرقام اللي فات دي كل اسمها parameters دي الuncontrollable variables فالuncontrollable variables أو الparameters should be certain certain يعني قلمة مؤكدة 100% لو فيها randomness أو فيها random variable أو stochastic variable دخلنا في موضوع تاني خالص اسمه stochastic programming الindependence لو الشرط بقيتش linear بقيت non-linear divisibility ده الشرط ده مش متحق والvariables لازم تبقى integer دخلنا في موضوع تاني خالص اسمه integer programming الانتجر زي ياها زي linear فارق بس حاجة بسيطة وفي الحل اما بتحلها بتحلها زي بتحلها لانها linear الاول وتنسى الشرط ده والله طلعت زي اللي فات دي القيم ما فيهاش fraction خلاص خلاص كده ده حال الانتجر طب طلع فيه fraction ببدأ اطبق procedure معين عشان هنالغي الفرق ما بقربش التقريب ممكن يوصلك الانفيزبل solution وهو ريلك الكلام ده بالإثبات بعد كده التقريب ممكن يوصلك الانفيزبل solution خلاص كده وبالتالي لها بروسيدجر بعمله عشان اوصل صحيحة هادي الاسلام الشيس دي كلها انا شريحها بتقصيل اهو يعني حصل الضرب ده ماينفعش يصغر فيه الماضل الخارج الاسم ماينفعش يصغر فيه الماضل لازم تبقى بلس ومينس فقط لا دي اسمها cross terms البروبورشنالي زي ما قلنا قبل كده ان القيم بتاعة الوبجيكتيف دي دايما البروبورشنال للقيم بتاعة الX1 والX2 اليوساج بتاعة الconstrains لازم البروبورشنال لقيم مقدار الX1 والX2 القيم البرامتر اللي هي لاي وCi والBi والYu كل دي لازم تبقى certain يعني لها one value معنى certain يعني deterministic يعني exact يعني لها one value فقط لغير لو الشرط مش موجود بس لازم الستوكاستيك البروغرامينج الاندبندنس لازم الvalue بتاعة X1 ملاش علاقة بالقيمة بتاعة X2 والX2 ملاش علاقة بالقيمة بتاعة الX1 لو في علاقة رحنا على الاندبنية البروغراميج الديفيزاباليتي لازم كل الديسجن باريبز برمتد انه يتحو دي فركشنال باريو لو مش برمتد يبقى بكلم على مين على الانتجر برمتد هاي دي الفكرة بتاعة الاندبنية البروغرامينج موضل ك definitions انا هقول بس الحتة دي عشان ناخد الbreak دي الابليكيشنز المختلفة اللي ممكن ندرسها للاندبنية الاندبنية الاندبنية اللاندية لها ابلوغرامينج لها ابلوغرامينج في الماركتنين مثل الميديا سيليكشن موضل و الـ Marketing Research Model. لها Applications في المعيش في المتعامل في الـ Aggregate Planning في الإلتالي الـ Production Processing Model في الـ Financial Model ذي الـ Portfolio Selection والـ Financial Planning لها Applications في الأبرميش في المتعامل ذي الـ Make or Buy Decision اللي خاتوا في الأبرميش في المتعامل ذي الـ Production Scheduling ذي الـ Workforce Assignment ذي الـ Blending Problems اللي Fundació للـ Operations. رأس؟ لها Applications في الـ Revenue Management لها Applications في الإيرلعان's Industrial لها Applications في الـ Shorts ستروت اللوجيستيكس ترانسبورتيشن الترانشابمنت الداتا مختلفة للينيار برورامينج أبليكيشنز هنأخذت سامبل من دول وهنأديكم التباتاشر أبليكيشنز دول بالتفصيل هنتكلم على وده شبه المثال اللي فات ده هنتكلم عن هنتكلم عن وأدى عليها هتكلم على الترانسبورتيشن البرتفولي سيلكشن موضل الورك سكادولينج البلندينج السنجل بريد الملتي بريد البنك لون البنك لون الوربان الدفولومنت البلانينج الكابتال بارجتينج و الملتي بريد فاينانشال أربعة واشر تقريباً أكتب منهم فاربعتاشر حتى الآن هبأكتب الأربعة واشيبه أخذناه بالمر دي الأبليكيشنز اللي أنا إن شاء الله بعد البريك هبدأ بقى ناخد واحد واحد هننخلص منهم مثلاً أربعة والخمسة النهاردة إن شاء الله ويبقى المحاضرة اللي جاية بقية الابليكيشنز و ده هيبقى موضوع المحاضرة اللي جاية بإذن الله أنا هدي بريك تفضل السؤال صغير بس هو في المثال اللي حضاك تذكر ده أنا شاهد من الأرقام بس تعليق عليه بس أن الأرقام طالعة بالضبط يعني الكوسترينز مثلاً في الفينشنجو كاربينتر طلعها بالضبط يعني 22 في 20 زائد 60 يديك المية بالضبط والـ 20 و 60 يديك 80 بالضبط هل ده كان صدفة بس في المثال ده أه صدفة طبعاً أه أه أبص الأخير الأخير طلع X1 ب20 مش ما طلعتش إلى 40 آه لا أنا نقصد الساعات العمالة ساعات العمالة طلعت يعني حاجة ساعات العمالة استخدمناها كلها آه طلعي بالشعر مزبوط المية دي تستخدمها كلها يا أقل المفروض ما تطلعش مية واحد بس يبقى غلط على طول لكن تطلع مية أوكي أقل من المية أوكي يبقى الكون سيرينز هنا ساتسفايت لا نصده هل في في البروجرام مثلاً حاجة خلت أن ساعات العمل هي أهم من العدد المنتج أي طبعاً هو هنا شايف هو بيعمل إيه؟ هو هدفه يماكسمايز دي هدفه يماكسمايز دي فاللي بيماكسمايز دي إن أنا استخدم المية كلهم والثمانين كلهم بس الاربعين دي ما نتكشي منها كل بس إن هو حوريك أنا ما أريك تحل بيجدك كده مسألة حوريك هو بيعمل إيه؟ وإزاي وصل الكلام ده؟ إن المسألة دي في عدد لنهائي من الحلول خلاص؟ عدد لنهائي من الحلول ده أحسن ده اللي بيماكسمايز البرافت فعشان أماكسمايز البرافت بقى أنا استغلت الفينشينج آور كلها الكاربينتري آور كلها لكن الديماند كونسترين ما استغلتوش كله أي تغيير في الأرقام اللي لغير طيرك التلاتة والاثنين دي أرقام تانية عكاست دي كده ودي كده ممكن نتلاقي نفسك مش هتستغل الأرقام دي كلها تستغل ده ومتستغلش دول فدي هنا ده شغل إن هو بيدور على الحل اللي بيوقتمايز الوبجيكتب فانكشن غير كده أي تغيير بس في الكوفيشن بتاعت الوبجيكتب فانكشن يعني ما جاء حلها لك على السوفتير هغير لك ده مجرد غير رقم ما أدوس على زرعة هتلاقي كل مرة الحل اللي بيختلف مرة استغلت المية كلها والثمانين لا ومرة العكس استغل لنا الثمانين كلها والمية لا ومرة الاربعين دي خلصناهم كلهم مرة لا حسب طبيعة لكن الحل اللي طالع ده 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 أفضل حل لموكلة عادة تتدور للصور مش هتلاقي مش هتلاقي حل يستاتسفاي كل ويماكسمايز في نفس الوقت خلاص لكن هي ملاش علاقة مش لازم أخلص المية كلهم ولازم أخلص التماني ولازم أخلص الاربعين المهم الكنسترين يبساتسفاي الرقم اللي يطلع يبقى أقل من أسوى المية وأقل من أسوى تمانين وأقل من أسوى أربعين طلع مين بقى تحقق بالكامل ومين لا ده له معنى ده بنسميه بايندينج كونسترين وده نان بايندينج هنتكلم عن القصة دي بعدين يعني لما تستغل الرايت هند سايد كله بيسم بايندينج كونسترين معناها أن الكنسترين ده بيمر بنقطة الاطمال سلوشن لما جاء حال للمسالة دي هتلاقي نقطة الاطمال سلوشن واقع في الانتراسيكشن بين الخطين ده وده براهم خالص فده لهم معنى ده اسمه بايندينج كونسترين إنك أنت استغلت الراسورس كله النان بايندينج كونسترين ده ما ما باستغلوش ده 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 نان بايندينج ده اسمه نان بايندينج ليه؟ مش ممر بالاين بالاين؟ 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 أنا ما هاجي هرسم لك ده هتطلع رسمة كده لها خمسة كورونار بوينتز خلاص الايندينج هو واحد من كورونار بوينتز دول نقطة الانتراسيكشن ما بين اللي هفهمك الكلام ده بعدين إن معنى كده إن أي زيادة في الفانيشينج ده تزاود على طول الابجيكتب فانكشن أي زيادة هنا تزاود أي زيادة في الاربعين دي هتضيف حاجة ولا حاجة يعني لو الاربعين دي خليتها خمسين الحل يتغير لا خليتها سبعين هيتغير لا خليتها ألف هيتغير برضو لا ولا أي حاجة لكن المية دي خليتها لك مية وعش اللي هيحصل الـ 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 هتزيد والـ بتاعك هتزيد ده اللي هنتكلم عنه بعدين اسمه تحس بقى بمعنى الموضوع تخش ده فيلم تاني نتكلم عنه بعدين يعني مش المراضي هدى عنده أي استبصار في الكلام دي دكتور معاليشو ده أنا ممكن أعمل إنتربيتيشن جرافيكلي يعني ممكن أعمل إنتربيتيشن للحاجات اللي طلعت مش ماثيماتيكلي هنشوفنا ماثيماتيكلي فيه يترسم يبين العلاق بين الـ آآ ده ده الـ يعني 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 أكتر من يعني مالاش رسم يعني 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 يتكلم على الترق الحل الجرافيكلي هتلاقي فيه graphs يعني يعني رسم تلك model رسم ده رسمة رسمة ثانية بس في حالة بس. درسمة تانية ايكت. اهي. اسمها الفيزيبول ريجن. انت ماشي. ده في حالة بس. اكتر من تو فاريبز? لا. يعني اكتر من تو فاريبز. دي حاجات فيها تو فاريبز اقدر سيمل. هنتعلم طبعا الكلام ده. اه ان شاء الله. يعني ده. خلو. ده. خلو. المنطقة المتظللة دي اسمها الفيزيبول ريجن بوينت. خلاص? يعني كل دي نقط اسمها فيزيبول الريجن اسمها فيزيبول ريجن. كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه اه بعد كده اه بيذن الله. في من كده يا جماعة الكلامة? اه كان في جزء من البروبلم كان فيه يتحلل بالسوفتوير اللي هو البوم صح? اه. احنا هنه 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 هنهل عليه انا هنهلت عليه قبل كده مع الدكتور المقدم بس احنا هنهل عليه اه اه اشتغل عليه يعني. ايه طبعا مشانا قلت هنشغل لكو softwares. اه من ضمن اه يعني softwares ده pom. ده من ضد نعم. ده ده pom pom qm. يعني الجزء بتاع quantitative models. هو software اسمه pom qm. في option كده في software ان انا اظهر البم بس. وفي option ان انا اظهر ال qm بس. اللي هي quantitative models بس. فده موجود وده موجود. فده هنشرحه واشرح لك software تاني اسمه lindo. تمام? ده اقوى شوية بقى. متخصص في linear programming. يعني ده متخصص. ويحل موضل اكبر. يعني لو انت عندك يعني حاجة بقى واقعية. وعايز تحلها باستخدام linear programming. يبقى ال lindo هيبقى اوقع. لكن الموضل pump qm. على الموضل مش كتير قوي. مش زي الليندو. هوريك ده هوريك ده. تمام. المسائل ال application ده هناخده. pump qm ده هيحلها. ان انا مش هديك مسائلة فيها الف paramil. موضل بالك. عشر خمستاشر عشر شغال تلاتين لغاية تسعين شغال. خلاص. لكن الصوفتور التاني لا اكتر من كده بكتير. اكتر من كده الاف. نفس فانا هوريكي بعندك حاجة بتحل حاجات بالالاف. وعندك حاجة بتحل حاجات بايه عشر عشرين تلاتين فدي ده اقتص اللي هنشاء بي. تمام شكرا. بحد عنده اي استفسار جمع? ممكن استفسار بس بالميجور ان جينرال. اه يعني هو المفروض ان احنا مع حضرتك ومفروض بعدين عندنا مادتين تانيين انفنتوري مانجمنت وال المفروض كده هيتفضل تلات مواد. في مادة منهم استراتيجيك مانجمنت دي خلاص عارفينها. طيب الاتين بقى تانيين. يعني حيبقوي لان انا يعني. يعني دي مادة اسمها نتورك اناليسيز. تمام. وتاريبا انا اضمن معاها السيميليشا مابلس. والمادة التانية هيبقى دي سيجين اناليسيز وضمن معاها حاجة تانية. انا اضمن مادتين مع بعض ومادتين مع بعض. نصر؟ عبقى عندي انا عندي الاستساس ريبورت مكتوب فيه تفاصيل المواد هوريها لكم ان شاء الله بعد البريك. يعني بعد البريك هوريلك اعتقد المواد عندي على الكمبيوتر هنا او كمبيوتر المكتب مش فاكر. لو مش موجودة او دامي الجوادي اعجيبها لك ايه هصورها لك في الكمبيوتر بتاع المكتب وهحطها لك على الجروب عشان انتم عارفين المواد اللي اهتدوها سوائي ان انا اللي اعمل المواد دي فانا عارف اللي ايه المواد دي. لكن انا ضميت مواد مع بعض. يعني مثلا ايه سيميليشن مواد والنتورك اناليسز والديسيجن اناليسز وحاجة تانية هنتكلم فيها على الجيم ستيري دول اربع مواد انتم متضمين. الاربع مواد دول انا حطيتهم في مادتين. ففي مادة مسميها نتورك اناليسز اندسيميليشن تقريبا والمادة التانية ديسيجن اناليسز اند جيم ستيري ممكن يكون النيتورك مع الجيم سيري او العكس ان المفروض دي مادة ودي مادة بس انا ايه ضميت مادة عشان تابد ده وتابد ده فيبقى انت سيميليشن مادلز نتورك اناليسز وعندنا الجيم سيري وعندنا دول اربع مادلز في انا الاربع دول ضميمهم في مادتين فحاطت كل موضوعين في مادة. لكن هجيب لك بقى مين مع مين? هجيبها لك ان شاء الله المرض يعني ان اعتقدنا في المكتب مش معي اعتقد يعني ايه 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 شكرا دكتور بزك الله خير لو مادازك حدريتك تدينيك امكان يعني تعرك بنفسك تدينيك اكتر من مادة في المعانة في الكورسي مادازك لو امكان يعني لو امكان انا ممكن ادرس الموات كلها وده يا لا السرع ده احلالينا بنا سعادة جدا والله لا لا هو وضعه مش هينفع ان انا هتدرس الموات كلها بس هو فيه فرق كبير فعلا يعني طيب هو بس عشان ايه ناخد البريك بتاعنا دلوقتي لغاية الساعة خمسة يعني ناخد نصف الساعة كده نصلي بس في العصر والكلام من ده وهنرجع انشاءال ساعة الى ربح من خمسة الى ستة الى ربح ان شاء الله هناخد بس انا نتوه ابليكيشنز من دول ويبقى المحاضرة جاية كلها بعيدة الليه الابليكيشنز ان شاء الله هو الموضوع ده كبير والعلم ده كبير قوي يعني هو ده تخصوصي انا دارس طبعا انا اصلا بجدوس اقتصادية لكن بعد الدرسات العليا انا سبت الاقتصاد خالص وبدأت اشتغل فيه اتجاهين استاتيكس والاوبريشنز ريسيرش نقول دبلوما هنا دبلوما هنا ماجستير هنا ماجستير هنا تمام فانا واحد دبلوما في الاوبريشنز ريسيرش وماجستير اوبريشنز ريسيرش ودكتوراه اوبريشنز ريسيرش فده التخصص بتاعي هو كده تمام فازنقول لك انا اقدر الدرس المواد كلها لكن ما ينفعش درس المواد كلها فانا اعرف لكم انتر دي الفارشة بتاعة الموضوعات كلها باية المواد هنوزعها بقى على باية الزمله ان شاء الله طبعا اشان ما نتضعاش وقت بس الساعة دليل جاءت اربعة ونصف وخمسة يبقى خمسة بالديئة هنرجع نكمل كده ايه اتو أبليكيشنز الاولين دول اسهل اتنين إبليكيشنز نخلصهم يعني إن شاء الله مش هياخدوا مننا يعني نصف ساعة ساعة الاربع بالكتير هتكون مخلصينهم بيزنر يلا نشوفكم على خير على الساعة خمسة بيزنر شكرا يا دكتور العفو شكرا يا دكتور